أهلاً ومرحباً لكم في حلقة جديدة من برنامجكم إزوران نتمازيخ في هذه الحلقة وانطلاقة من جبل نفسها سوف نتحدث عن الجذر ياميال والذي يعني في العموم الأبيض، الناصع، الظاهر، المقبل، المستقبل وانطلاقة من جبل نفسها زي العادة كون الجذر الثنائي فهو دليل على قدم وتكرار هذا الجذر والحرف في التكرار يحذف وهذا موضوع لازم نديره عليه حلقة عن كيفية إيجاد الجذر وما هي الصوابق والكواسع وكيفية الوصول لجذور الكلمات لسهل عليه معرفة الجذر المشتركة وهو عين ما نقوم به طبعاً في إيجاد القواس المشتركة بين الألفاظ الأمزغية ويرجعها لنواتها الأولى من خلال المقارنات بين التنوعات الأمزغية واجب التنبيه أن الميم هي من عين الفعل كونها لا تستبدل في أي حال من الأحوال بل تضام ألف ميم ألف سين ألف دال كصوابق عليها في حالات كثيرة وهذا ما سوف نشاهدهم أظن يعني كل التنوعات الأمزغية تعرف هذا الجذر من خلال الكلمات مثلاً أملال ولا أومليل ولا آملال ولا إيملن ولا وغيرها طبعاً لإضافة إلى مجال وإلى آخرهم طيب وهذا يعني اللون الأبيض وفي صغة التأنيف يعني البيض يكون لون الأبيض كذلك وكذلك يعني البيض يعني تحي بالأمزغية زي تملال تملالين تملجدين وتقريباً هذه من أكثر من الإنتاجات بعد تجين الحيوانات عند الأمزغ وطبعاً تمجال تمجات في الريف هي نفسها تملالت يحوروا بطريقة أو بأخرى بل حتى زناقا يحولون يضيفون حرفاً في نهاية تملالت وهذا موضوع ثاني ربما نتكلم عليه ونتمنى ندير حلقة مقارنة بين زناقا ونفوسا في يوم من الأيام زي ما درت حلقات عن التنمعات الأخرى طيب يعني هذه الكلمة ممكن تتحول من صفة إلى فعل مثلاً يقال إيميل ولا إيميل لل أي أصبح أبيض يملل عفواً أصبح أبيض وسملل أي بيض الشيء وقد تعني كذلك يعني تجلية الشيء كذلك سملل أي بيض الشيء سملل ليموران سملل أقادير يعني بيض طي بالأبيض يعني الجدران والآخرية الطلاع يعني بالأبيض إذن أصبحت فعل من صفة إلى فعل وغالباً يعني هذه الكلمة دخلت فيها أشياء كثيرة بحكم فيها اللون الأبيض في البداية ونتكلم عليها كفعال مثلاً عفواً كصفات وأعطت أسماء لأشياء كون لونها أبيض مثلاً يقول عن العين المرض يصيب العين هذا اللي يزحف فيه اللون الأبيض على الأسود من العين البؤبؤ مش شرط يكون أسود اللي هي تملي ولا تيملي وبومليل عند الأقبائل وكذلك فيه مثلاً حالة الدوران اللي تغصيب الإنسان لو أي واحد منكم صارت للدوخة الحقيقة في حالة الدوران والدوخة تبقى للدنيا فيها بياض مش عارف شن هو السبب اللي سألتها فيه تفسير علمي لهذا تؤدينا بيضاء فحلنا نقوله في الأمازيغية عن الدوخة يعني يصبح لنزان يا ردنيا بيضاء تقال في الأمازيغية هذه الدوخة تملي اللاي وتملي الليت لما تكون خفيفة طبعاً والغتيان كذلك تميلوت وممكن أن نتبعوا عليها فعل آخر تعرفوا الطوائر مثلاً الطيور مثل إي جيدر حتى أجر فيه وغيرها لما يكونوا يحوموا في السماء ويدوروا على الفريسة متاعهم يقولوا يملولي واسم الفعل اللي هو أملولي وكذلك عندنا الإنسان الذي يتيه من كثرة الدوران يعني يصبح تايه لا يعرف أين أنه هو ويعني يملولي وزيد عليه هذا زي ما قلنا الإنسان التاعي وفمثلاً في إحاحان يقولون أملأ اللاي للإنسان التاعي وطبعاً وهي من نفس الجدرة وكلها ما زلنا علي نفس الجدر الدايخ الدوران الغتيان إلى آخره ونجد كلمة مستحدثة كذلك في الأمازيغية اللي هي كلمة المسافر أو السياحة أمللي أمللي أي سائح طبعاً سوف يكون هناك اعتراض من البعض كونها من الجدر الأحادي من فعل اللي واللي هي طبعاً الملكية وكذلك تعلي لف وإلى آخره ولكن أنا أظن أن هي جزء من هذه المجموعة من الجذع ويعني كون الميم من عين الفعل سقطت عند التوارق اللي هي نجوها بعدين لما نتكلم عن الظل والآخره طيب وتحدثنا سابقاً عن المرض والدوران ويوجد تقريباً عدد أشياء أخرى لها ارتباط بهذا باللون الأبيض مثل مثلاً فيه مرض يصيب النخل ويكون نوع من الفطر وهذا ليس جيد لأن النخل يسمى فيه بوملال وما زال نتكلم عن الأشياء المحسوسة حتى الآن مثلاً هذا اللون يدخل فيه بأسماء مجموعة من الحيوانات والنبادات فنجد مثلاً البطيخ أملول عنده فيقيق وتاملول عند تروعات كثيرة عمازيغية أنا أظن أنها هي من هذا الجدر ولكن البعض يرى أن اللام هذه أصلها نون فانقلبة لام أمنون بدل من أملول والله أعلم ولكن لا يمنع أن تكون من أملول كذلك لأن لونها أبيض طيب وفي الغالب هي من نفس الجدر على حسب علمي وطبعاً لا يمكن ننسى في جبل نفسه عندنا نوع من التين تسمى تينمليلت على فكرة عنده مقابلة تينصطفت وهذا نوع من الكرموس طبعاً ولاحظوا إلى الآن نتحدث عن المحسوس لا يمكن أن نؤكد على هذه بكثرة وتكلم عن معاني المحسوسة التي مرتبطة باللون الأبيض لدينا أسمى حيوانات مثل الترغة التي يسمى تمالة وتجمع تمال في جلو التنوعات تقريباً وعندك الأبورورو أو ما يسمى توبويت في ليبيا بسبب الصوت الذي يصدر فيها بورورو وكذلك توبويت على اهتحال هذا الموضوع الثاني لازم نضع حلقة عن الأصوات المماثلة للمستمعية المتاحة على اهتحال وهذا عنده المزاب يسمى فيه زي ما قلت قبل شوية البوم هذا كذلك أخذ من نفس الجذر عنده بوم الليل عنده المزاب وكذلك فيه حيوان آخر اللي هو آملال عند إيموهاغ وفي مناطق كثيرة من جنوب المغرب وجنوب الجزائر هي الضبي حتى في الجنوب الليبي طبعا المسمى الضبي أو بالاسم العلمي بتاعه باللاتينية هو أدكس إذن هو آملال بالأمازيغية فيه كذلك آملال اللي هو سمك البوري عند أهالي زواره في الساحل نوع من أنواع البوري يسمى آملال وهذا طبعا جاي من اللون كذلك أتمنى إلى الآن أن يكون أمر سهل تتبع حتى الآن وسوف نبدأ قليلا فقليلا عن هذا المعنى وهذه التفرعات حتى نصل إلى أشياء سوف تفهموها فكان ما فهملتوش أملتيد أو نملاغ وهذه على فكرة من نفس الجذر وهذه حنوصلها بعد شوية وهذا ينقلنا لنوع آخر من الجنبات اللي هو أنواع التربة الغير صالحة للزراعة مثلا آملال وحيانا بعض التنوعات تبدل إيجيدي 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 إحنا عندنا في جبل نفسها إيجي إيدي إلى آملال وهو رمل غير متراص ولا يصلح للزراعة وهو غير التربة الدقيقة اللي إحنا عندنا نسموها فيها في جبل نفسها تاقة تاقة غير آملال عند أهالي نفسها بل نوع معين يسمى بالعامية الليبية قزة وهذا في العموم آملال وتاملال وهناك رمال الشاطئ اللي تسمى كذلك آملال ولا ملال من غير ألف ويجمع ويجمع مليتن ومنه خرجت التسمية الطبونومية مليتن إي مليتن مالطة نعم مالطة تاريخيا هي قبيلة من قبائل إزناتا حسب المؤرخين وإذا تجدوها عند أغرب المؤرخين ونسبة المسلمين اسمها التاريخي مليتا بالتاء وليس بالتاء كما ننطقها اليوم مالطة مليتا وغيرها كثير تحمل هذا الاسم وزي ما قلت فيه مواقع طبونوية كثيرة تحمل هذا الاسم أو أحد صفاتي على سبيل المثال مدينتي في يفرن عندنا جبد يسمى تامدلولت ولكن هناك أيضا أونوماستيكي 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 أعتقد أنه يسميها أونوماستيكي هو علم أسماء الأعلام نجد مثلا أيتملول ملال ملول تاملايت وغيرها الكثير بل أسماء أشخاص وعائلات في كل شمال أفريقيا ملال ومال ومال وإلى آخرهم إذن أملال أعطت كل هذه المعاني التي تفهم مباشرة من اللون الأبيض والطبيض لأسماء حيوانات ونبتات وأمراض وأعطت أفعال أيضا وأسماء أماكن وأعلى طيب نخشوا في نوع تاني من الكلمات وركزوا معي شوية وتذكروا أن هناك فعل يملل يسملل اللي هو الطبيض والتنصيع والتجليات السملل تعاوسة أي جليها أو سملل تايدورت يعني جليها ونصحها ومنه خرجت في عدة أفعال يعني أمل اللي هي أظهر الشيء وأبرزه كما عند أهالي سيوى وقلعة سند وفيها أيضا في جنوب المغرب أسامر والذي أخبره بذلك أحد الأصدقاء من إمغران تحديدا حيث يسمون السطح من المنزل الظاهر الجزء البارز من المنزل تمللت أظن هكذا وهذا ربما سبب تسميته جبل تمللت اللي قلت لكم عندنا في يفرن في ليبيا إذن هو الجزء البارز والعلوي من الشيء والظاهر من الظهور كما ذكرنا عند سيوى وورقلا وإلى آخره طيب وفي وورقلا كذلك نقول إملاء أي عرض الشيء وأظهره وهو العرض المادي ما خرجناش في المعنوي هنا ولكن دخلنا كذلك في المعنوي وبعد ذلك في باقي التنوعات حيث نقول إمل أي وضح إمليد أي مثلا إمليي أي وضحني أو أرني الشيء وكما قلت يعني مثلا تقول إملي أغاراس أي وضح لي الطريق كما في سوس مثلا أي أرني الطريق ومنه جاءت تينمل المدرسة مكان التعليم والتوضيح والتجلية والفهم وفي نفسنا نقول لكلام العادي إمل إملي ييد إمليس يعني يقول وقول لي وقول له لكن في الحقيقة هي توسعت في الأصل إمل معناها قل لي كلام فيه بيان فيه وضوح أو فهمني وليست بمعنى قل لي هكذا عامة ليأني ييد ولا أملي ييد عليتي حال إمل هذه في جبن نفسها عليتي حال الآن أصبحت معمم وأصبحت هي الشائعة في جبن نفسها وبما تحدثنا عن انتقال الكلام من المادن المعنوي في ميزاب مثلا تملا أي صفاء النية تملا هي تعني صفاء النية والسريرة وهو فهم يعني الأبيض اللي قال بالأبيض على خير اللي قال الأبيض يعني أن قال نصوح فانتقل المعنى بسهولة من أولى ملال أو عموما تمالي كما في بومالن دادس بومالن دادس على فكرة المنطقة نفسها من نفس الجذر بومالن مالن أنا نسيت نتكورها نباكري وبومالن وإضافة إلى الماضي نجد مثلا من الصفاء والنقاء عند أوراس الإنسان التقي من التقى الديني وقال عنه يملالا يملالا شوفوا الاستخراجات والاستنتاجات كيف تشعبت وأنها كلها منطقية لحد الآن يملالا كما عند أوراس كما قلت وهناك الطهارة في العموم كما عند أيتصرغوشن تميلي طيب قلنا أن الأبيض لون الأبيض أملال أعطى معنى البيض ومنه خرج فعل الصفاء والوضوح نجد عند إموهاغ مثلا فعل الاستقبال المقبل من الشيء الذي يظهر أمانه معنى بعد غياب فيقول إملينالس ظهر الرجل تذكر قلت عند إححان السطح أي ما برز من البيت يسمى تمالالت وإن شاء الله صح ولي كان أنا غلط تعود للمعنى نفسه يقول إموهاغ من المعنى الحسي هذا إلى القادم في المعنى المعنوي في الزمن نقوله واد وان بمعنى الحسي اللي هو الشخص القادم ولكن نشوفوا الآن ننتقل إلى المعنوي في الأيام نقول الليلة المقبلة أو التاي أي العام القادم ويقال العام بعد القادم عند بعض التنوعات إيمال التي ترجع يعني إيمال معنى المقبل القابل ولهذا نقول في العامية قابل يقوله عقبى القابل المقبل وهو طبعا يعني ترجمة عربية ترجمة حرفية من اللغة المازيغية لكن لا يعطي النفس لأننا قابل في العربية تعني المقابلة وخلاص لكن في المازيغية القابل تعني النصوع الضياض إلى آخره ولو تعني كلمتين في نفس المعنى على فكرة كلمة أر تمليليت إلى اللقاء أتت من نفس الجذر تمليليت المقابلة حتى نلتقي ولكن نضعف إليه اللقاء النصعى وإلى خيره والخير والتمني هذه الأشياء للشخص الآخر التي تتمنى لقاه عموما إيمهاغة حسب علمي لا يستعملونها بمعنى المستقبل ولكننا نجدها في تنوعات أخرى بمعنى المستقبل كما مثلا في نفوسة الريف مضاب ورقلة فأصبح كلها كل ما هو قادم أي شيء قادم مش العام القادم بس العام بعد أي شيء مستقبلي يقال عنه إيمال فأصبح انتقلنا من معنى المادي إلى المعنى الحسي المستقبل عموما يصبح أصبح يعني يقال له إيمال وهذا طبعا يفسر بمعنين تفاؤل بالبياض والصفاء والآخره وكذلك يعني الالتقاء والمقابلة والقابل والمستقبل تفاؤلا وعندنا كلمة إيمالاس إيمال نواس كذلك الأسبوع وعلى ذكر التفاؤل تسمى النحيلة اللي نعطفها للفقيه يوم لربعة أربعا الطالب نقل للفقيه تملي ونجد من معانيه الناتجة هو الشفقة والتعاطف مع الناس عموما تمال يعني البعض يفسرها أن هي البيض باسم البيض اللي يعطفها للفقيه ولكن الفقيه لا يعطف فقط البيض وعليتي حال هذا ربعا مع أحد التفسيرات طبعا أمال جت منها زي ما قلت قبل شوية الشفقة والتعاطف وتملة وجت منها كذلك اسم الله سبحانه وتعالى الرحيم أمال لي وحسب معجم شفيق الإنسان الحنون بتملة ويقال أيضا أمس مالو وهو أيضا في المديح مثلا أن تنادي إنسان باسمها المحبب كما عنده أوراس يملال يعني ناده باسمه المحبب يملال في اللاس السيدة تكون طيبة أو غالبا تدقل على النساء والآن نساء تبديت تاملت تسمى تاملت الإنسان الطيبة أو الحنونة أو إلى آخر يبلخص الصغيرات في السن فكرة فكرة قلب الفال السيء بتسمية حسنة مثل السواد بياض وسخان براد هو ما نجده في الأمازيغية ومنها هذا الجذب فأنا نسمي المقلاتة السودة هذه اللي نيقلوا بها وإلى آخر نسموه فيها تميلي وكذلك الهبو نفسه طيب وهذا يقودنا لمعنى آخر وهو الظل وسمي بياض عكس الظل أمالو وجب القو يعني نحن نقول للظل أمالو طبعا فيها أسكله أسكله من الشجرة لكن أمالو هذا هو اسمها الحقيقي أمالو هذا سمي بهذا الاسم تفاؤلا لقلب المعاني زي ما قلنا قبل شوية فنجد مثلا زي ما قلت مثلا الطايفي وشارل دفوكو يضعونها في جذر لام فقط أي جذر أحادي أنا أقول عن نفسي أنه جذر ثنائي وسمي الظل بذلك تفاؤلا ولكن يحتاجون على أن اللام فقط عند إموهاغ بمعنى الميم وقعت عند إموهاغ فيقولوا تي لي وإلى آخره ولكن في نظري هذا مش عذر لأن فيه كلمات كثيرة تقع منها عين الجذر عند إموهاغ في الختام في الغالب اجتهاد اللي يندير فيها هذا كله ومحاولة فهم الكلمات في سياقها التاريخي وهناك كلمات كثيرة من نفس الجذر ولكن لم أجد لها علاقة من أمثال مثلا أكشوض هذه الخشبة التي يعترض بها في الباب تسمى تمالالت وتجمع تيمولال ونعل اللي هو تسيلا نسمو فيها في جبن نفسها السيورم تعتسيلة هادو يسمون تيمولال وجمع بمنذ المفرد عندنا الأحاجي تماليوين الغاز وهذه ربما يعني عكس اللي شنسمها تماليوين اللي هو الحل الفك النصوع البيان إلى آخر ربما هذه مرتبة من هذا النحية وهناك مثلا إملأ بمعنى الشيء الرخو الحزام وهو كذلك مرتبة بجل كنا قبل شوية ومرتبة بالعارضة يبدو أن هناك جذر مشترك بيناتهم ما وصلناش نحن اليوم عليتي حال الحزام تضع المرأة على الخصر يسمى أملول وبالرغم أن ألوانها أسود وأحمر كما في طاطا وورزازات وهناك حزام رأس تملول وعلى فكرة اللي بالأمازيغية والعور ربما هذا هو الجدر متاعها وليس مل اللي بمعنى لف وهذا عدرت عليها حلقة الحزامة هناك كلمات مثلا أملو أنا نحب أملو على فكرة رخوة اللي مع عمرة جربوا الرز اللي هو أرغان واللوز كذلك ياميال به كذلك إيميل عرفت لما يقول حد مثلا نتا دارغاز إيميل التيمرولد بمعنى هو رجل لكنه جبان أو عندما يقال مثلا نتا غرستيطي إيميل دامردال هو عنده ذكاء لكنه جبان إلى آخره وكذلك عندنا مجموعة من الكلمات من نفس الجدر ولها ارتباط عليتي حال الألوان لأنها صفات والصفات تدخل فيه سياقات كثيرة وتغير المعاني نعطيكم مثال على هذا مثلا أبرد ملل طريق السلامة لم يصبح طريق أبيض وإنما طريق السلامة الأمين مثلا غرس فوسا ملل إنه إنسان أمين مثلا سيولست ملل أي تكلم بجد وصدق مثلا تبان خفص تملي سجود من النس تظهر عليه الطهارة أي الأخلاص من وجهه أي سمة التقوى وإلى آخره إذن الأبيض هنا لم يعد معناه أبيض وإنما أعطى معاني أخرى هل تتذكرون التضاد سابقا هناك تعبير من نفس السياق فنقول مثلا تفاؤلا ملول تاستي الطوين نقوله ملول تاستي الطوين أي أصبح أعمى وهذا عند أهل إزناتة في شمال المغرب أو مرة نسمعها يقال مثلا ملول داملل أي ولد عريانا هكذا ومش ولد أبيض وهذه أيضا تعني الشخص الذي نجا بعجوبة وللنس داملل أي إنسان متسامح وليس أبيض وفي المعاكسة نقول مثلا أرزريغ أي داملل ديدك أي لم أعش يوما سعيدا هنيا معك طيب شو من الأولى مللل وأرزريغ أي داملل طيب مثلا يقال حتى على الشخص مثلا ليه مدارش معروف يقال أرزريغ تمليت أي لم تصنع معروفا وعن الإفلاس يقال اللغ فوملل كما في جبال نفوسة اللغ فوملل بمعنى أنا مفلس في مزاب أو الدملل يعني كلامه حني كلامه لطيف وهناك مثل شعبي مزابي يقول فوس برشان يتاوي أغرم ملل عن الذي يشتغل بعرق جبينه للرزق الحلال لأن يده تصبح موسخة وإلى آخره لكنه رزق حلال يعطي رزق أبيض هناك أغنية عن الجنوب الشرقي في أسامر تقول الفالمليل إتغاوسيوين سعدينين يعني تيمنا بالسعادة والهناء هنا أصبح التعني الهناء عليتي حال في هذه الحلقة أقول أدي سم للرب أسانون يعني ربي يعطيكم اليامات السعيدة ولكذا وأرتمليليت إلى اللقاء زي ما قلنا وهي كذلك من نفس الجدل تاني ميرتنون ترجمة نانسي قنقر